أهلا بكم مشاهدين من جديد نستكمل نقاشنا حول الذكرى الثاني الحرك الشعبي المبارك وهذه الذكرى التي أصبح دموجب مرسوم رئاسي وقاحه رئيس الجمهوري سيد عبد المجيد تبون يوما وطنيا ليتلاحوم بين الشعبي وجيشه معنا عبر الهاتف الدكتور إدريس عاطية أستاذ علم السياسي والعقالة الدولية بجامعة الجزائر دكتور مساك طيب وشكرا أن تواجدك معنا عبد الهاتف أهلا وسهلا ما أهمية هذه الذكرى ونحن نحيي اليوم هذه المحطة الهامة ذكرى الثاني الحرك الشعبية المبارك نتحدث عن أهمية هذه المرحلة المفصلية في تاريخ الجزائر لبناء دولة عصرية قوية باقتصادها بشعبها وبجيشها وبكل مؤسسة الدولة أعتقد أنها ذكرى هامة ومهمة للغاية لأنها ارتبطت بالحراك الذي أوقف العديد من المهازل بما فيها مهزلت العهد الخامسة حيث عول الكثيرين على هذا المصار على حساب الشعب الجزائري وعلى حساب معاناته وبالتالي بفضل الهبة الشعبية التي أكد عليها الشعب الجزائري البطل ولذي قطع هذا المصار وأسس لمرحلة جديدة قوة مهشغفية قوة مهنزاء قوة مهنزاء قوة مهنزاء والتشهيد وبالتالي منذ سنتين كان لشعب الجزائري الدور الفصل والكلمة الفصل عندما وقف وقف الترجل الواحد بطريقة سلمية وبطريقة حضارية أكد من خلالها للأعداء قبل الأصدقاء بأن الشعب الجزائري دخل مرحلة جديدة وهي مرحلة المدنية ومرحلة الوعي ومرحلة الحضارية وبالتالي قطع الكثير من الأشياء من ممارسات الماضي وربما قضع على أحلام كثير من الدول التي كانت تريد نشر العلف وذعر بين أوساط الجزائريين وللأسف هم يتطلعون كل مرة بأن يدخل الشعب الجزائري في عشرية سوداء ثانية لكن مستوى الوعي الذي أكده الحراك الشعبي كمدرك شعبي جماعي جماهيري أكد عليه الشعب واليوم هو أصبح ثابت جديد من ثوابت الأمة الجزائرية وها نحن نحتفي بهذه الذكرى السنوية الثانية وأيضا هي الذكرى الأولى بعد دستانتها من خلال الدستور الذي أصر عليها وأكد عليها في دباش الدستور كمرحلة زمنية وكفارقة زمنية ذهبية في تاريخ الأمة الجزائرية وأيضا دستر لها بعض المواد التي تحاكي تلك الرمزيات الكبيرة سواء من خلال التحام الشعب الجزائري بعض وبعض وتأكيده دائما أن المجتمع الجزائري لن يقف عند أي خصوصية مناطقية معينة وإنما هو يستفيد من هذا التنوع المجتمعي ويعزز به مكان الأمة الجزائرية وأيضا هذا الالتحام الثاني من خلال ارتباط الجيش بشعبه وارتباط الشعب بجيشه والتأكيد دائما على آمية هذا التلاحم سواء من خلال معركة التحرير القبرى من براسل الاستعمار خلال الصورة النوفمبرية المجهدة أو أيضا الالتحام الثاني الذي كان واضح وبين عندما تمسك الشعب الجزائري خلال العشرية السوداء بمؤسساته العسكرية من خلال الخروج أو من أجل الخروج من الإرهاب الدموي وإرهاب الداخل واليوم دائما كما أشرنا سنة 19 كانت نقطة التحام جديدة لتؤكد دائما أن المؤسسة العسكرية موجودة مع شعبها بحيث تعهدت المؤسسة منذ البداية على عدم إراقة أي قطرة الدم والشعب الجزائري خاض حراك تجاوز 22 مليون نسمة بمعادلات صفرية صفر قتيل صفر ضحية صفر قطرة الدم وبتالي اليوم العالم كله يفتخر بهذا المصال الجديد الذي أكد عليه الشعب الجزائري وتمسكت به إرادة الأمة الجزائرية ونحن نحيي اليوم الذكرى الثاني الحركة الشعبية المبارك ما أهمية هذه الورشات الإصلاحية التي تدخل ضمن التزامات سيد الرئيس الجمهورية نبدأ بورشرة تعديل الدستور واليوم كذلك نتحدث عن إصلاح وتعديل جذري لقانون الانتخابات الذي سنرى إن شاء الله المسودة النهائية في غضون أيام قليلة فقط نذهب إلى انتخابات تشريعية مقبلة كذلك بعد قرار سيد الرئيس الجمهوري حل البرلمان وورشات إصلاحية كبيرة وكبيرة منتظرة ما أهمية هذه الورشات الإصلاحية الاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري الذي خرج في مظاهرات أبهرت العالم مثل ما قلت نعم نعود أول شيء إلى رمضية اليوم 22 فبراير 2021 والذي يشكل نقطة نظام مهمة جدا في تاريخ الأمة الجزائرية وفي تاريخ هذه الأجندة الإصلاحية كما أشرت أنت أستاذ جودي عندما نتحدث على ورشات الإصلاح التي تم فتحها دائما نعود لتقييم الأشوات مقطعناها فما تم قطعه ريسي بالشيء الهين مرور سنتين تم من خلالها إيقاف مصار العهد الخامسة والتخلص من العديد من الوجوه التي ارتبطت بفترة زمنية قادمة وأصبحت ربما ذكرى مأسوية في تاريخ كثير من الجزائريين أعتقد أيضا الحراك الذي فتح المجال نحو محاربة الفساد الحراك الذي فتح المجال أيضا نحو حراك مؤسساتي مهم جدا لتخلص من الكثير من الوجوه التي لم تقدم شيء للجزائر والجزائرين وبتالي هي نقاط مهمة ينبغي تسجيلها لصالح مقتسبات الحراك الوطني الجزائري والحراك المؤسساتي بسبب عامة وأن نبني عليها لبناء جزائر الغد نبني عليها وأهم نقطة وأهم إنجاز هو الوصول بالجزائر إلى رئيس منتخب الطريقة للجزائر فخلاص الجزائريين من شبح قديم متمثل في التزوير وأن الصندوق الانتخابي كان صندوق زور وشاهد زور على شعب جزائري اليوم أصبح صندوق جهاز للأمانة يتم من خلاله دائما عكس تصورات شعب جزائري وعكس صموحاتهم واحترام السلوك التصويت للناخب الجزائري وكان لنا تجربتين بارعتين في ذلك من خلال الانتخابات التشريعية والانتخابة الرئاسية الماضية والاستفتاء على الدستور في ظل ذلك أن كبريات الدول سنة 2020 شهدنا فيها تقاضف الكثير من الاتهامات بما فيها العودة للملف التزوير وليوم نحن أمام ورشات إصلاحية سيكون للشباب فيها الكلمة الفصل لذيق الوقت شكرا لك الدكتور ديس عطية أستاذ العلم السياسية والعقادة الدولية بجامعة الجزائر